في موضوع مغاير قدم فرع المعهد الفرنسي للدراسات العلية الصناعية بالجزائر عرضا تكوينية للمؤسسات الجزائرية حيث تم جمع التكوينات في تخصص معين يتم على أساسه وبعد نهاية التكوين منح شهادات عليا في ذلك التخصص تفيد المكونين في مسيرتهم المهنية التفاصيل رصدها كل من أحمد راشدي وصريا شعلال هل تخصص معيني للمؤسسات الجزائرية ؟ فرصة باش مدة معينة من الزمن يكون عندهم وليدو فرماتون برقاليفيانت تكون عندو يجي بور عندو انا تساسون دو الانسامب يعني ندلولو مجموعة من الوحدات اللي تلم نقدر نلموها في اختصاص معين هذا الاختصاص يسمح له باش تكون عندو شهادة معينة لا تزال العرقيل الميدانية تواجه اصحاب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة فرغم الجهود التي تقدمها السلطات الوصية الا انها تبقى محدودة امام متطلباتها تقرير ايمان عياش التمويل والعقار طالما كانت حجرة العثرة في طريق تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة فرغم اهمية هذه الاخيرة في الدفع بالقطاع الصناعي الا ان واقعها لا يزال صعبا بالجزائر لحد الان المستطمرين ام عندهم هاد الاشكاليتين رانا نسعاو احنا صندوق تاعنا اللي فتح فورجيهوية مؤخرا في عنابة في وهرن في بسكرة وفورجلة باش نتقربوا من اصحاب المشاريع باش نرافقوهم من نصيحة خاصة لانه في بعض الاحيان يجيك شاب ولا يجيك صاحب مؤسسة عندو نظرة باش يدير مشروع كبير كتير يعني ما واش قادر عليه احنا نقدمونه المرافقة قال ابدا بقيمة قليلة نرافقوك فيها وبعدين لما تنجح دير توسيع نزيد رفقوك اكتر لانه في الانشاء نرافقوا حتى المئة مليون دينار وفي التوسيع نرافقوا حتى المئة وخمسين مليون دينار الجهات الوصية تؤكد في كل مناسبة انها وفرت كل الامكانيات لتطوير انشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مناطق صناعية والخضائر الصناعية كاين منطقة مخصصة لانجاز محلات لتكون موجودة لهذه المؤسسات الصغيرة ومتوسطة عن طريق الايجار باش تكون عندها اكتر سهولة لبدء النشاط التاحة بصفة سريعة الزياد من مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة هو ما تحتاجه الجزائر للدفع بالقاطرة الاقتصادية بعيدا عن التبعية للنفط فبين شكاوى المستثمرين وتطمينات المسؤولين يتقدم هذا القطاع ببطء لا يعكس مستور طموحات في موضوع اخر كشف الامين العام للاتحاد العام للعمال التونسي نوردين تابوبي عن اعادة بعث الاتحاد العام المغاربي للعمال في القريب العاجل وذلك لنقل صوت العمال المغاربة في المحافل الدولية جاء هذا على خلفية زيارة قادته للجزائر بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات المزيد في مايكروفون سوريا شعلال طبيعي جدا في ما يتعلق بالمثلة النقبية والهيزيارتية معناها الأساسية هو أنه كيفاش مش نعمل في المستقبل على أحياء وإعادة معناها الاتحاد المغاربي لعمال المغرب العربي اللي هو منظمة تاريخية وأقليمية مهمة كيف سنتوصل لهذا فمن يتفقنا على بعث لجان معناها مشتركة ما بين المنظمات المغاربية في أقرب الأجال لبناء تصور شامل وكامل من أجل تجاوز المرحلة الفمنيهدية ونأسس إلى معناها منظمة نقبية حقيقية لقادر أن يتفعل وتأثر التأثير الإيجابي انتحى في المحافل الدولية على جميع الأسعاد ترجمة نانسي قنقر